بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الصف السامي السانوي بشعبتيه العلمية والأدبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم على منصة البس المباشر أفضل وأقوى منصة تعلمية في مصر هي منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم معكم الأستاذ رفعة حمزة خبير ومواجه أول الرياضيون النهاردة أبناء طلاب أولى درسنا في مادة التفاضل مادة التفاضل بالنسبة للطلاب الثانية السانوي هي مادة جديدة أول مرة يتعرفوا عليها ولكنها إلى درجة كبيرة جدا جدا تميل إلى الجبر يعني هي جزء كبير جدا منها كلها مهارات جبرية ولكن تحت من دي اسمه التفاضل أول وحدة عندنا في التفاضل اسمها النهايات في هذه الوحدة مخرجات التعلم فيها يعني بعد ما نتعلمها وندرس الأنشطة اللي فيها من المفترض هتكون عرفنا على أنواع الكميات زي الكميات المعينة والكميات الغير معينة والكميات المعرفة ثم هنتعلم النهاردة في اللقاء اليوم إزاي نجيب نفهم الأول يعني إيه مفهوم نهاية الدلة وإزاي نوجد نهاية الدلة بيانيا وهناخد كمان جزء من كيفية إيجاد نهاية الدلة جبرية بعد ذلك هندرس بعض النظريات على النهايات بعض النظريات من خلالها هنقدر بصيغ رياضية معينة هنحصل على قيمة النهاية بعد ذلك في هذه الوحدة نتعلم نهاية الدلة عنده اللا نهاية ودي آخر حاجة بالنسبة لطلاب القسم الأدبي يعني طلاب القسم الأدبي التفاضل عندهم بينتهي عند نهاية الدلة عنده اللا نهاية أما أبنائنا طلاب القسم العلمي هيستكملوا معانا جزء آخر في النهايات وهو خاص بنهايات الدوال المثلثية وهناخد كمان النهاية المعرفة على قاعدتين وفهم النهاية اليمنى والنهاية اليسرى وكمان هندرس بما يسمى باتصال الدلة إذن نخلي بالنا طلاب القسم الأدبي نهاية التفاضل عندهم هينتهي عند نهاية الدلة عند النهاية هذه الوحدة أبنائنا طلاب تنقاسم إلى ست دروس الدرس الأول اللي هو درس اليوم مقدمة على النهايات الدرس الثاني كيفية إيجاد النهاية جبريا وناخد منه جزء النهاردة الدرس الثالث نهاية الدلة عند اللا نهاية وزي ما اتفقنا للدرس الأخير بالنسبة لطلاب القسم الأدبي الدرس الرابع نهاية الدوال المثلثية الدرس الخامس بحث وجود النهاية للدلة وإيجاد النهاية اليمنى والنهاية اليسرى الدرس الأخير في التفاضل درس الاتصال من أول الدرس الرابع والخامس والسادس خاص بطلاب القسم العلمي طيب تعالوا قبلنا الطلاب نفهم يعني إيه مفهوم النهاية طيب قبل ما ناخد مفهوم النهاية تعالوا قبل نتعرف على الكميات العددية عندنا يا أولاد كمية تسمى الكمية المعينة وكل بساطة الكمية المعينة هي الكمية التي لها جواب محدد أي عملية رياضية بقوم بإجراءها وتنتج إجابة محددة هذه الإجابة أو هذه الكمية تسمى كمية معينة زي مثلا سبعة على خمسة صفر على ثلاثة جزر تين كل دي كميات معينة أما الكمية الغير معينة هي الكمية التي ليس لها جواب محدد بمعنى لها عدد كبير جدا من الإجابات ولكن الإجابة غير محددة تخلي بنا من هذا المعنى يعني الكمية الغير معينة لها عدد لا نهائي من الإجابات لا يمكن تحديد نتيجة محددة له زي إيه أبناء طلاب صفر على صفر اسمها كمية غير معينة مالا نهاية على مالا نهاية أيضا تسمى كميات غير معينة أيضا مالا نهاية ناقص مالا نهاية تسمى كمية غير معينة يبقى الكمية الغير معينة زي صفر على صفر مالا نهاية على مالا نهاية مالا نهاية ناقص مالا نهاية طيب عايز أفهم وأوضح لبناء الطلاب ليه صفر على صفر بنسميها كمية غير معينة تخيلوا أبناء الطلاب أن صفر على صفر ينفع أقول واحد وينفع أقول اتنين وينفع أقول تلاتة وينفع أقول عشرة وينفع أقول سالب خمسة وينفع أقول أي عدد حقيقي في الدين ليه أبناء الطلاب هو أنا لما أقول ستة على الاتنين كلنا عارفين أن ستة على الاتنين فيها تلاتة تعالوا كده نتعمق فيها شوية ستة على الاتنين تعني ما هو العدد اللي اضربه في اتنين يديني ستة لما مأسم عدد بسط على مقام ده معناه ايه العدد اللي اضربه في المقام يدينا البسط لما اضرب ثلاثة في اثنين يدينا ست ده معناه ان ست على الاثنين فيها ثلاثة بنفس المنطق تماما لما نقول صفر على صفر معناها ايه العدد اللي اضربه في المقام اللي هو الصفر يدينا البسط اللي هو صفر اي عدد في الدنيا اي عدد حقيقي في الدنيا لو ضربته في صفر هيدينا صفر عشان كده صفر على صفر ينفع قول لها مليار إجابة عدد حقيقي وبالتالي بيسميها كمية غير محددة وأحياء بيقول كمية غير معينة أما الكمية الغير معرفة هي الكمية التي ليس لها جواب على الإطلاق زي إيه يا ابناء الطلاب أي عدد على صفر عدد ليس وصفر لما سمه على صفر هذه الكمية تسمى كمية غير معرفة يعني مثلا لنا قلت سبعة على صفر معناها إيه اللي اضربه في صفر يدينا سبعة لو قعدنا مئة سنة مش هنلاقي ما فيش أي عدد لو ضربته في صفر يدينا سبعة عدد عشان كده ليس لها جواب على الإطلاق عشان كده سمناها كمية غير معرفة يبقى عرف يعني إيه كمية معينة يعني إيه كمية غير معينة يعني إيه كمية غير معرفة تعالوا بقى بقى نفهم مفهوم نهاية الدل هعرض عليكم أبناء الطلاب مثال من خلاله هفهم يعني إيه نهاية الدلة أنا مديكم دلة دلة سين بتساوي اثنين سين ناقص دلات وطلبت منكم دلة أربعة وتسعة من عشرة دلة أربعة وتسعة 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 من مية دلة أربعة وتسعمية تسعة وتسعة 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 من ألف ودلة أربعة فاصلة تسعة 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 وكمان طلبت دلة خمسة واحد من عشرة دلة خمسة واحد من مية دلة خمسة واحد من ألف دلة خمسة واحد من عشرة تلا ومازال الوحص طيب يعني ايه دلت 4.9 من 10 يعني انا هستبدل سين ب4.9 من 10 هقول دلت 4.9 من 10 عبارة عن 2.4.9 من 10 نقص 3 هحصل على 6.8 من 10 فلو وجبت دلت 4.9 9 يعني 4.9 من 100 بنفس الطريقة هحصل على 6.9 من 100 فلو وجبت دلت 3 دلت 4.9 999 يعني 99.9 اكيد الناتج باستخدام القالة 6.9 980 اخر حاجة لو جبت دلت 4.9 999 الناتج هيكون 6.9 9998 طيب نحط تاني لو جبت دلت 5.1 من 10 يعني هستبدل كل سين 5.1 من 10 هحصل على 7.2 من 10 طيب لو جبت دلت 5.1 من 100 هحصل على 7.2 من 100 لو جبت دلت 5.1 من 1000 هحصل على 7.2 من 1000 لو جبت دلت 5.1 من 10 هحصل على 7.2 من 10 نلاحظ ايه بقى يا ابناء الطلاب لاحظوا ان سين في الحالة اولى كانت مرة ب4.9 من 10 بعد كده 4.9 من 100 4.9 9.9 من 1000 4.9 9 9 نلاحظ ان قيم سين بتقترب جدا 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 من العدد 4 من العدد 5 4.9 من 10 قريب من الخمس 4.9 من 100 قريب جدا من الخمس 4.9 9 9 9 9 9 1000 قريب جدا جدا من الخمس طب العدد 4.9 9 9 9 9 قريب جدا 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 يكاد يكون 5 هذا التعبير ابناء الطلاب بنعبر عنه بالتصيغة سين تقترب من العدد 5 ونقول احيانا سين تقول الى العدد 5 طب الناتج 6.8 من 10 قريب من السبعة طب 6.8 من 100 قرب اكتر من السبعة طب 6.9 9 8 قريب جدا 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 من السبعة طب 6.9 9 9 8 قريب جدا 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 يكاد يكون 7 اذا واضح ان قيمة الدلة بتقترب جدا من العدد 7 كلما اقترب تسين من الخمس بنفس الطريقة تماما لما عوض عن قيم بأعلى من العدد 5 زي 5 واحد من 10 5 واحد من 100 وكذا برضو نواتج الدلة بتقرب من العدد 7 هذا الكلام ابناء الطلاب بنعبر عنه بالصيغة الاتية بنقول نهاية المقدار 2 سين نقص 3 عندما سين سفم 5 وتقرأ سين تقترب من العدد 5 وأحيانا بنقول سين تقول إلى الخمسة ناتج هذه النهاية هي ساوي سبعة يعني هذا المقدار نهايته هتبقى سبعة كلما سين تقترب من العدد 5 هو ده ابناء الطلاب مفهوم يعني ايه نهاية الدلة يعني الدلة اللي قدامي هتنتهي بكام كلما سين تقترب جدا من العدد معين هو ده ابناء الطلاب مفهوم النهاية طيب التعريب بقى الرياضي المفهوم النهاية ابناء الطلاب يقول لي إذا كانت قيمة الدلة دال تقترب من قيمة وحيدة اسمها لام عندما تقترب سين من قيمة اسمها ألف من جهة اليمين أو من جهة اليسار فإننا نقول أن نهاية النهاية الدلة تساوي لام وتكتب بالرمز النهاية دلة سين لما سين تقول إلى ألف بتساوي لام طبعا النهاية اليمنة تكتب اليادية يعني أنها من جهة اليمين عن طريق قيم أعلى من العدد ألف بنسميها نهاية من اليمنة وتكتب دلة ألف من اليمين ونهاية دلة ألف من اليسار يعني كلما سين أو الألف السين تقترب من الألف من جهة اليسار يعني بنقيم أقل من الألف بنسميها النهاية اليسار ده معناء لو النهاية اليمنة تساوت مع النهاية اليسارة عند نفس النتيجة لو العدد لام فنقدر نقول بكل مصاطع أن نهاية دلة سين لما سين تقترب من الألف بتساوي لام ده أبناء الطلاب المفهوم الرياضي لنهاية الدلة طيب أما بقى لو كانت النهاية اليمنى يعني الدلة لما تقترب من جهة ألف من جهة اليمين اختلفت ناتجتها عن نهايتها لما تقترب من جهة اليسار يعني النهاية اليمنى لاتوسع والنهاية اليسرى في هذه الحالة بنقول أن هذه الدلة ليس لها نهاية عندما سين تقترب الألف وأحيان بنقول أن نهاية غير موجودة طيب تعالوا نوضح سهل جوابنا للطلاب بيانيا أنا أمامي دلة اسمها اتنين سين ونقص ثلاثة نفس الدلة بنكلم عليها تعالوا نرسمها بيانيا التمثيل البياني لهذه الدلة هو الخط المستقيم الأمامي طيب أنا عايزين نقرب من العدد خمسة طيب هذا الاقتراب قد يكون من جهة اليمين وقد يكون من جهة اليسار يعني ممكن نقرب من خمسة من على اليمين ممكن نقرب من خمسة من على اليسار بالشكل الأمامي أنا كده بقرب من خمسة من جهة اليمين هلاقي أن الدلة عند العدد خمسة أصاد العدد سبعة على محور الصداد سواء اقتربت على العدد خمسة من جهة اليمين أو اقتربت للعدد خمسة من جهة اليسار كلا هما هيؤدي إلى العدد سبعة على محور الصداد هو ده ابناء الطلاب مفهوم إيجاد نهاية الدلة بيانين بتكتب كالآتي دلة خمسة من اليمين تساوي دلة خمسة من اليسار من أجد أن الدلة بتقترب من العدد سبعة سواء من جهة العليا أو من الجهة السفنية وتكتب نهاية دلة اتنين سين نقص سبعة لما سين تقول إلى خمسة تساوي سبعة نهاية اتنين سين نقص ثلاثة لما سين تقترب من العدد خمسة تساوي العدد سبعة إذن أنا أقدر أجيب نهاية الدلة إذا كانت مرسومة أمامي بيانيا بس لازم يكون النهاية من الجهة اليمنى تساوي النهاية من الجهة اليسرى لو النهاية من الجهة اليمنى اختلفت مع النهاية على الجهة اليسرى في هذه الحالة بقول النهاية غير موجود وده اللي يتضح من الأمثلة اللي جاي بيقولي من الرسم البياني المقابل ده منحنة دلة مرسوم بيقولي اوجد دلة اتنين من اليمين يعني كأنه بظبط بيقولي قرب من العدد اتنين من الجهة اليومنا شوف نتيجة الدلة بكامل لو أنا قربت ناحية على العدد اتنين من جهة اليمين مع منحنة دلة هقف عند هذه النقط وصاد نين على محور الصادات وصاد واحد دي بنسميها النهاية اليومنا يبقى النهاية من جهة اليمين هتنتهي عند العدد واحد النهاية من جهة اليسار معناها هاجي على جزء من المقانة أنه هو على يسار العدد اتنين وقرب من العدد اتنين بالشكل اللي أمامي أنا كده قربت من العدد اتنين بس من جهة اليسار برضو ناتج النهاية عند هذا الاقتراب أيضا بيساوي واحد لحظوا ان النهاية اليومنا قالت الى واحد والنهاية اليسرى أيضا قالت الى واحد ده معناه ان النهاية للدلة عندما سين تخترب من اتنين تساوي واحد طيب دلة اتنين بقى نفسها ابنها طلاب دلة اتنين يعني قيمة الدلة بكام عند سين بتساوي اتنين نلاحظ عند سين بتساوي اتنين يوجد سقب على منحنة الدلة يعني انها يوجد قيمة معرفة للعدد اتنين يعني دلة اتنين هنا غير موجود خلي بالنا معنى مش معنى ان دلة اتنين غير موجودة ان النهاية هنا غير موجودة لا شرط وجود تعريف للدلة لا ليس له اي علاقة بالنهاية اليوم ولا النهاية اليوم يعني ممكن تكون الدلة غير معرفة عند عدد ما ولكن الدلة نهاية عند هذا العدد المثال اللي أنا بيقولي من الرسم البياني المقابل اوجد أيضا دلة اتنين من جهة اليمين دلة اتنين من جهة اليسار مهاية دلة سين لما سين تقترب من هذا الاتنين وعايز دلة اتنين نفسها زي ما اتفقنا دلة اتنين من جهة اليمين يعني هاجي على المنحنة اللي هو على يمين او جزء من المنحنة اللي هو على يمين العدد اثنين وهقرب من اثنين وامشي على المنحنة وقرب من اثنين كما بالشكل هلاجد ان نهاية الدلة هنا بتساوي اثنين وصادت اثنين على محور الصدى طيب ايه برضو اجيب النهاية من جات اليسارة بالنسبة للعدد اثنين كما بالشكل لما جيت على المنحنة من جات اليسار ونحت للعدد اثنين لقيت ان الدلة قيمتها بتساوي واحد لحظة من النهاية اليمنى جابت اثنين والنهاية اليسرى جابت واحد لحظة النهاية اليمنى لا تتطفق ولا تساوي النهاية اليسرى ده معناه أن نهاية الدلة عندما سين تقترب من اتنين نهاية غير موجودة من شرط وجود قيمة للنهاية يجب أن يكون قيمة النهاية اليمنى تساوي قيمة النهاية اليسرى أما بقى قيمة الدلة عند العدد نفسه وجودها أو عدم وجودها مش هيفرم معانا في النهاية يعني دلة اتنين في هذا المثال أيضا غير معرفة أو غير موجودة نشوف مثال آخر على كيفية إيجاد نهاية دلة بيانيا من الرسم البياني المقابل اوجد دلة سالب واحد من جهة اليمين دلة سالب واحد من جهة اليسار نهاية دلة سين لما سين تقترب من العدد سالب واحد وعايز كمان دلة سالب واحد اجي عند العدد سالب واحد على محور السينات وامشي على منحنة دلة اللي على يمينه الجزء اللي على يمينه هو هذا الجزء هذا الجزء بيقترب بالنسبة للعدد واحد ويقف عند بالظبط هذا المكان يعني النهاية اليمنى هتساوي 3 أما النهاية اليسرى هيجي على الجزء الأيصر من جهة اليسار وامشي مع المنحنى برضو الغواية ماوصل أصاد العدد سالب 1 هنجد أيضا النهاية اليسرى بتساوي 3 إذن طالما النهاية اليمنى ساوت النهاية اليسرى ده معناه أن النهاية دلت سين لما سين تقترب من العدد سالب 1 تساوي 3 طب دلت سالب 1 نفسها بتساوي كام لو إحنا بصينا لشكل الدلة لحظوا أن دلت سالب 1 تساوي 1 لحظوا وجود نقطة نقطة المظللة اللي هي بلون الأحمر دي ده معناه أن دلت سالب 1 تساوي 1 يعني دلت سالب 1 هنا معرفة وموجودة ولكن وجود تعريف للدلة نفسها عند الرقم اللي وجيب عند النهاية وجودها وعدم وجودها مش هيفرق معايا في دراسة النهاية الأهم عند دراسة النهاية أن النهاية اليومنا تساوي النهاية اليسر تعربين مع بعض نشوف مثل آخر يقول لي قدر نهاية كل من الدوال الأتية عند النقطة المبينة في الرسمة الأولى عايز نهاية الدلة اللي مرسومة عندما سين تقترب من العدد 3 طب هنا ما قال ليش هذا الاثطراب من جهة اليمين ولا من جهة اليسار أنت هتضطر الجبهة من جهة اليمين لوحدك ومن جهة اليسار لوحدك لو النتجتين جابوا نفس النتيجة ده معناه أن النهاية موجودة وتساوي كذا طيب تعالوا كده ابناء الطلاب عند العدد 3 جزء المنحنى على يمين وهذا الجزء والجزء المنحنى على الشمال عند الثلاثة هذا الجزء هاجي الأول من جهة اليمين وامشي مع المنحنى بهذا الشكل هلاقي نفسه وإفتة عند العدد 1 طيب هاجي إذا النهاية اليومنا بتساوي 1 نهاية الدلة الثلاثة من اليمين بتساوي طيب تعال نجيب النهاية اليسرى عند العدد 3 اللي هي الدلة الثلاثة من اليسار برضو همشي مع المنحنى من جهة اليسار اللي غاية ماوصل عند العدد 3 هلاقي نفسه وإفتة عند الدلة 1 وبالتالي هذه النهاية موجودة وتساوي 1 طيب المثال اللي وراها برضو عايز نهاية الدلة سي لما سي تقترب من العدد 3 بنفس القلية تماما هجيب النهاية اليمنى أشوفها بكام والنهاية اليسرى أشوفها بكام وقارن النتيكتين وبعض تعالوا كين نجيب النهاية اليمنى على منحنة الدلة من جات اليمين اللغات عند العدد الثلاثة هنجد النتيجة عند الاثنين طب نهاية الدلة برضو من جات اليسار عند العدد الثلاثة برضو هتنتهي عند العدد الثلاثة إبعا النهاية اليمنى باثنين والنهاية اليسرى باثنين بينما دل الثلاثة باربعة تفقنا تعريف الدلة أو قيمة الدلة عند العدد غير مؤثرة في النهاية وجودها أو عدم وجودها مش هيفر معانا إلا هيفر معانا هل النهاية اليومية تساوي النهاية اليسرى ولا لا يبقى المسألة الأمامي نهاية هذه الدلة عندما سين تقترب من العدد الثلاثة سواء من جات اليمين أو من جات اليسار هتساوي اتنين النهاية الأمامي في الرسمة الثالثة عايزة جيب النهاية عند دلة سينة لما سين تقترب من العدد واحد إيبا نهاجي من جهة اليمين لمرحنة دلال مرسوم عند العدد واحد الجزء اللي علي مين العدد واحد هو هذا الجزء الجزء العني هو هذا الجزء تعالوا كده نقرب من العدد واحد هنلاقي نفسي وقفت أساط ثلاثة على محور الصدر إيبا النهاية اليوم دا بتساوي ثلاثة النهاية اليسرى بنفس القلية تماما هاجي من جهة اليسار بالنسبة للعدد واحد هنلاقي أنه هنتهي عند سالب اثنين عند آسف عند اثنين يبقى النهاية اليمنى جابت ثلاثة والنهاية اليسرى جابت اثنين طالما النهاية اليمنى اختلفت مع النهاية اليسرى إذن هذه النهاية غير موجود النساء الأمامي بيقول لي من الرسم البياني المقابل اوجد نهاية دلة سين لمسين تقول إلى ثلاثة ده المطلوب الأولاني المطلوب الثاني عاوز دلة اثنين انتفقنا عشان نجيب نهاية الدلة عندما سين تقترب من عدد لازم اجيب الاقتراب من جهة اليمين والاقتراب من جهة اليسرى اولا هنقول نهاية الدلة لمسين تقترب إلى ثلاثة من جهة اليمين من عدد الرسم واضح ان انتهي عند النقطة هذه النقطة ولكن هذه النقطة غير معرفة انها فيه سقب قصاد العدد ثلاثة إذن النهاية اليمنى بتساوي ثلاثة والنهاية اليسرى بتساوي سالب واحد اه ده النهاية اليمنى اختلفت عن النهاية اليسرى ده معناه ان هذه الدلة نهايتها غير موجودة بينما بقى دلة العدد الثلاثة واضح جدا هذه النقطة المظلنة دي تمثل دلة العدد الثلاثة يعني دلة الثلاثة بتساوي واحد المثال التالي بيقولي في الشكل البياني المقابل اوجد دلة صفر نهاية دلة صفر لمسين تقترب من الصفر دلة اتنين نهاية دلة صفر لمسين تقترب من العدد اتنين اول حاجة دلة صفر نيجي على صفر على محور السينات ونشوف الدلة بتاعتها بكام واضح ان الدلة صفر هنا بتساوي واحد طيب دلة اتنين هيجي عند العدد اتنين وشوف النتيجة بكام على محور الصدات لحظة ان هي غير معرفة يتبقى لي نهاية الدلة اليمنى ونهاية الدلة اليسرى بالنسبة للعدد صفر بالنسبة للعدد صفر لما اقترب من العدد صفر من جهة اليمين هاوصل عند العدد واحد أما لو اقتربت للعدد صفر من جهة اليسار هاوصل عند العدد أربعة إذا الواضح أن النهاية اليمنى عند الواحد ذاته سوى النهاية اليسرى إذا نهاية هذه الدلة غير موجودة كده خلاص أبداية الطلاب عرفنا مفهوم نهاية الدلة وعرفنا زي نجيب نهاية الدلة بيانيا تعالوا بقى نديكم جزء من كيفية إيجاد نهاية الدلة جبريا هيجيلي في الانتحان أكتر من نهاية ويطلب إيجاد قيمتها جبريا أول حاجة أبناء الطلاب لما يجيب نهاية الدلة جبريا يجب التعويض المباشر في الدلة بي المقولة اللي موجودة في السؤال لازم عوض الأول تعويض مباشر عدي عدة احتمالات لما عوض تعويض مباشر وحصل على كمية محددة أو كمية معروفة هي دي نتيجة النهاية مباشرة إيما لو أنا عوضت تعويض مباشر وتلع نتيجة النهاية كمية محددة دي بنسميها نتيجة النهاية مباشرة أما لو أنا عوضت في النهاية تعويض مباشر وحصلنا على صفر على صفر أو مالة نهاية على مالة نهاية أو مالة نهاية نقص مالة نهاية لإحدى الكميات الغير معينة في هذه الحالة ابناء الطلاب هيجب بقى تعيين هذه النهاية طالما النهاية طلعت غير معينة طبع عشان أجيب هذه النهاية لازم نتخلص من بما يسمى العامل المسبب للصف يبقى أنا هبدأ أشوف المسألة وأشوف إيه اللي جاب صفر في البسط وإيه اللي جاب صفر في المقام هذا العامل اللي جاب صفر في البسط وجاب صفر في المقام بنسميه العامل المسبب للصف وأحيانا بنقول العامل الصفر يجب أن أنا أتخلص من هذا العامل الصفري بمهارات التحليل يبقى أنا هبدأ أحلل كل من البسط والمقام سواء بقى بالتحليل بالعامل المشترك أو فرق بين مربعين أو فرق بين مكعبين أو مقدار سلاسي بسيط أو غير بسيط أو حتى بالضرب في المرافض أو بالإسمة الترتيبية المهم أنه لازم أقوم بعملية تحليل وتخلص من العامل المسبب للصفر أما بقى لو عودت في النهاية وطلعت معايا عدد في البسط غير صفر وفي المقام صفر تكون عليها نهاية غير موجود طبعا ما نساش أبناء الطلاب لو سين تقول إلى العدد كاف يبقى العامل المسبب للصفر هو سين ناقص كاف طبعا لو سين تقول إلى سالب كاف يبقى العدد العامل المسبب للصفر هو سين زائد كاف طبعا لو سين تقول إلى كاف على ميم يبقى العامل المسبب للصفر هو ميم سين ناقص كاف تعالوا بينا مع بعض نشوف أول مثال إزاي نجيب من خلاله نهاية الدلق جابري اول مثال بيقول لي نهاية اتنين سين نقص واحد على تلاتة سين زاد واحد لما سين تقول الى العدد اتنين يطرق لجابة اتنين ولا سالب نص ولا تلاتة على تمانية ولا تلاتة على سبعة ما تنساش لازم الاول نعوض تعويض مباشر بما تقول اليد سين واضح ان سين تقول الاتنين يبقى انا هجب له دلة اتنين يعني هعوض عن سين باتنين اتنين في اتنين اربعة نقص واحد تلاتة تلاتة في اتنين بستة زاد واحد سبعة جابت لي تلاتة على سبعة وتلاتة على سبعة كمية معينة طالما النهاية طلعت كمية معينة يبقى نهاية هذه الدلة عندما سين تقول الاتنين تساوي تلاتة على سبعة يعني اختياري الصحيح الاختيار الاختياري مثل آخر بيقول نهاية سين تربيع زائد اتنين سين زائد واحد على سين ناقص واحد لما سين تقول إلى واحد ننساش نازم عوض الأول تعويض مباشر عن سين بواحد يعني هجيب دلة واحد تعالوا كده نعوض عن سين بواحد في البسطة عندي واحد زائد اتنين في واحد باتنين زائد واحد هحصل على أربعة في المقام عندي واحد ناقص واحد هحصل على صفر يبقى النتيجة لنا حصلت عليها أربعة على صفر ودي إحدى الكميات الغير معينة ده معناه إن النهاية هنا غير موجودة أو غير معرفة وبالتالي هم اختياري الصحيح لهذا السؤال هو الاختيار الثالث المثال التالي بيقول نهاية سين تربيع ناقص تسعة على اتنين سين ناقص ستة لما سين تقول إلى تلات بنفس الألية عبناء الطلاب تعالوا نعوض تعويض مباشر عن سين بتلاتة هنقول دل التلاتة بتساوي تلاتة تربيع بتسعة ناقص تسعة هحصل على صفر اتنين في تلاتة بستة ستة ناقص ستة هساوي صفر ده الناتج اللي أنا حصلت عليه نتيجة التعويض المباشر صفر على صفر دي كمية غير معينة هنا يجب تعينها يبقى هذه المسألة هنشتعل فيها تاني عشان نعينها لأنها في الأصل طلعت كمية غير معينة طيب إزاي نعينها أبناء الطلاب قلنا لازم نتخلص من العامل المسبب للصفر طب أنا هعرف من إيه ما هو القوس الصفري أو القوس المسبب للصفر من المقولة لحظوا نسين تقول إلى ثلاتة يبقى العامل المسبب للصفر هو سين ناقص ثلاتة يبقى أنا يجب أن أنا أتخلص من سين ناقص ثلاتة في البسط وسين ناقص ثلاتة في المقام هذا الخلاص بيعتمد على مهارات التحليل طب تعالوا نحلل لحظوا من البسط سين تربيع ناقص تسعة واضحة جدا لها تحليل فرق بين مربعين يعني سين ناقص ثلاتة وسين زائد ثلاتة عندي في المقام اثنين سين ناقص ستة هحللها بطريقة أخذ عامل مشترك هاخد الاثنين عامل مشترك هنجد بقى بين القوسين سين ناقص ثلاتة رحزتوا حاجة ابناء الطلاب في البسط في قوس اسمه سين ناقص ثلاتة في المقام ايضا في قوس اسمه سين ناقص ثلاتة وهذا القوس بنسميه القوس الصفري أو القوس المسبب للصفر هنمشي القوس ده مع القوس ده بعد ذلك نعوض تعويض مباشر عن سين بثلاتة ثلاتة وتلاتة ستة ستة على الاثنين فيها التلاتة إذن إجابتي الصحيحة لهذا السؤال هي الإجابة التانية. إذن لما يجيني مسألة في الانتحان ويقول لي يوجد النهاية. الأول المفترض أن أنا عود تعويض مباشر في النهاية وبغالبية كبيرة جدا أو بنسبة كبيرة جدا بتطلع النهاية صفر على صفر اللي هي كمية غير معينة وانت مطالب بتعينها يعني لازم نتخلص من العامل المسبب للصف. تعالوا نشوف مثال تاني نهاية سين تربية ناقص خمسة سين زائد ستة على سين ناقص اتنين لما سين تقول إلى اتنين. لاتطلع الإجابة واحد. اتنين سالب واحد اربعة بنفس القلية وبنفس الطريقة تماما تعالوا بينا مع بعض نجيد دلت اتنين. يعني هعود عن كل سين باتنين عني في البسط اتنين تربيع باربعة. ناقص خمسة في اتنين بعشرة زائد ستة. لما جمع اربعة زائد ستة هحصل على عشرة هو البسط عندي. طيب. هو عندي هتلعاني بصفر. لو عودت عن سين باتنين في البسط هحصل على صفر. ولو عودت عن سين باتنين في المقام ايضا هحصل على صفر. كمية غير معينة يبقى يجب اننا نتقلص من العامل المسبب بالصفر وهو سين ناقص اتنين. لاحظوا ان سين ناقص اتنين موجودة في المقام الجاهزة يبقى انا مطالب بتحليل البسط فقط. لحظة البسط هنا عبارة عن مقدار سلاسي بسيط. هنحلله زي ما درسنا قبل كده سين وسين. محتاج عددين حاصل ضربهم ستة وجمعهم خمسة. هيبقى اتنين في تلاتة. الكبير بياخد اشارة الاوسط. والتاني بياخد حاصل ضرب الاشارتين الموجودين. وبالتالي القسين سين ناقص اتنين في سين ناقص اتنين. على سين ناقص اتنين. لاحظتوا ان العام من المسبب من الصفة. ظهر في البسط وظهر في المقام. خلاص. هنمشيهم مع بعض. بعد ذلك اعوض مباشرة عن سين تساوي اتنين. اتنين ناقص تلاتة بتساوي سالب واحد. لكده تكون اجابتي الصحيحة هي الاجابة التلتة. المثال الاخير في هذا اللقاء ابناء الطلاب بيقول نهاية سين تكعيب زي التمانية على سين تربية ناقص سين ناقص ستة لما سين تقترب من العدد سالب اتنين. كالمعتاد. هنعود تعويض مباشرة عن سين بسالب اتنين. هنجد ان البسطة بصفر. والمقام ايضا بصفر. ودي بنسميها كمية غير معينة. يجب تعينها. تعينها يعني لازم نتخلص من العامل المسبب من الصفر. العامل المسبب من الصفر في هذا المثال هو سين زائد اتنين. ازاي نتخلص منها? هبدأ احلل البسط. وايضا هحلل المقام لغاية محصل على العامل الصفر في البسط والعامل الصفري في المقام. بالنسبة البسط. سين تكعيب زائد تمانية تحلل مجموع مكعبين. اللي هي القوس صغير بيشيل حدين. وقوس كبير بيشيل تلت. القوس الصغير عمر عن الجزر التكعيبي لسين تكعيب بسين. والجزر التكعيبي لتمانية اللي هي هي اتنين. يبقى القوس الاصغر سين زادتين. القوس الكبير بنجيبه من القوس الاصغر. بنربع الاول. وفي الاخر بنربع التاني وفي النص عكس الاشارة الاول في التاني. تحت عندي في المقامة حيننا مقدار سلاسي سين وسين عاوز عددين حاصل ضربهم ستة وترحوهم واحد هو اتنين في التلات ثم نوزع الإشارات الكبيرة يأخذ إشارة الأوسط والتاني يأخذ حاصل ضرب الإشارتين كده خلاص أبناء الطلاب العامل الصفري ظهر في البسط وظهر في المقام أقدر أماشيهم مع بعض تعالوا بقى نعود تعويض مباشر عن سين بسالبتين سالبتين تربية بأربعة سالبتين في سالبتين بموجة بأربعة كمان زائد أربعة أنا عندي في المقام سالبتين سالبتين تلاتة اللي هو سالب خمسة إذن النتج النهائي سالبتداشر على خمسة يعني إجابتي الصحيحة هي الإجابة الأولى كده أبناء الطلاب انتهينا من لقاء اليوم اتعلمنا فيه الدرس الأولاني اللي بيتكلم على مفهوم نهاية الدلة عرفنا يعني إيه الكمية المعينة يعني إيه الكمية الغير معينة يعني إيه الكمية الغير معرفة كمان أرفنا هندسيا أو رياضيا مفهوم نهاية الدلة عند نقطة ثم درسنا بعض الأمثلة على كيفية إيجاد نهاية الدلة جبريا وهو ما سنستكمله في اللقاء القادم اللي إن شاء الله هنقول مجموعة أخرى من التمارين على كيفية إيجاد نهاية الدلة جبريا اللي هي معتمد اعتماد كلي على مهارات التحليل شكرا شباب مع أطيب تماميات الإدارة العمل المحتوي التعليمي بوزارة ترفيه وتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته